تشوف عايزة أخذ رأيب في الجزئية دي كتشوف وأنا عايزة أقولك على حاجة استكمالاً كباتن لألوه وإحنا كان لعيب خرج من عندنا عارة السنة دي مطموعة كبيرة ولعيبة شكلها ايه صعيب لعيبة جمدة جداً ويشرفوا في حيط ومشرفين بر مصر وجوه مصر فعبد الله سعيد لعب من ضمن المجموعة الأهل بما حضر يعني عبد الله سعيد إذا كان عمل لنفسه الأداء الجاية بتاع السنة دي وهو عمل لنفسه وده أنا قلت له قدام حسام وقدام ساد عب خفيز تقوله أنت اللي عملت لنفسك أنك أنت تبقى موجود وموجود في المنتخب واشتغلت وكلامات وفي لحظة اللحظات كان عبد الله سعيد مرفوض تماماً لو تفتكره إمتى حيبطل بقى إمتى معرفش هو اللي رجع نفسه اللي عمل لنفسه الحكاية دي أنا حتة عبد الله سعيد مضى في الأهل مضى في الزمالك مضى للمديات مضى للعمر بتاعه أنا بالنسبة لعبد الله سعيد أنا بشكره على الفترة اللي عضاها معنا جداً وبقوله أن أنت لعيد كويس جداً شوف مصلحتك فيه وحياتك فيه النادي الأهل ما يقفش على العيد كورة واحد إنما أنت في ظل النادي الأهل حقيقة خدمت كويس وإنت أخلاقك كويسة ومنتظر كابتن عادل القيعي نقول لأنه يتلع يكلم في المنطقة دي مش إحنا يعني إحنا مهما ده داخل تعديلنا الحكاية هو كابتن عادل القيعي مش لطيفة يعني الناس ألبت عليه الجمهور ألب عليه أخدته بشكل ما تتحمل جزء من قرارك طبعاً النادي الأهل عنده مبادئ أساسية إنت أيوة أديك قلت ما بيهذروش لك جمهور بيهذر ولا مبادئ الأهل بتهذر ولا الإدارة بتهذر ولا يفرق معها لعيب أصلاً تفاكر فرقة بحلقة أقلوها ولعبوا بالناشية مدرب خلاص تقرأت سويدنو ومش يخش تاني هو ممرنش في النادي الأهل لعيب مرجعش تاني هو أخول النادي الأهل تاني المبادئ عندنا أحسن حرص في مصر أو حيلع في كاس العالم وما جاش النادي الأهل تاني بعد ما مشي يعني مش الحوادث الأولانية والأخرانية اللي بتحصل إن فيه بيحدد كرار نفسه عبدالله سعيد صحيح مش على حساب النادي الأهل أنا بأخذ رأيك أنا مش هاجه حد يزعل مني لا عبدالله ولا شريف ولا حسين ولا إبراهيم نادي الأهل بعيد أو عن الحاجات دي كلها نادي نحن نستمد طبعا يعني كل ما بدئنا وأي نجومية ما بدئنا إحنا كلنا نجوم في ظل التشيرت الأحمر إحنا نجوم عند التشيرت الأحمر نعم أنت حط عبدالله ولا حطه في أحدها في فرقة تانية لا هيلاقي السياسة دي ولا هيلاقي الدنيا دي ولا اللعيبة دي